اشتركوا في القناة 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 عليه تم الإجهاز على زاربون أصدقائنا لصنيف أسنى اكتسب 107.416 وارتفع مستوى في جيدة مرة أخرى أصدقائنا بعد هذا كله لا تستطيع إيزائي حسنا لقد تطورت أسعترف لك بهذا ولكن يبدو أنك لا تدرك الخطأ الذي ارتكبته للتو لقد أيقزت قوة الحقيقية زاربون أصدقائنا أعتقد أنه يتحول إلى شيء ما لديك حسد عاب استمر قوتك زاربون سيصبح أكثر قوة ستندم على هذا استعدل تنبهر بتحول العظيم كما أخبرناكم أصدقائنا لديه تحول قوي جدا الآن استخدم طاقة الكيوي تحول إلى شكل آخر هذا هو الشكل الآخر للزاربون أكثر قوة وسرعة فلتبدأ تعارك الآن مع زاربون الآخر رزقانا أو فيجيتا على ميبدوز تمت هزيمته من قبل زاربون التحول الآخر مؤكد أنك تشعر بالحماقة ومررت بتلك المتاعب لتزداد قوة مقابل ماذا لا شيء وهكي أمر أمر آخر ربما لم تكن تعرفه السيد فريزا أيضا يخفي قوته الحقيقية خلف التحولات ماذا؟ أخذ فقط وعيه فريزا أيضا لديه قوة أكثر مما يعتقد فيجيتا لديه تحولات كثيرة أصدقانا كهذا تحول ليزيد من قوته ها هي سفينة فريزا أصدقانا بعد أن تمت هزيمة فيجيتا من قبل زاربون حقا لا أصدق أنه يقدم العاون لخائن مثلك يقوم زاربون بعلاج فيجيتا ومجرد أن تسترد وعيك بالكامل ستخبرين بإمكان الذي خبأت فيه مكان كرة التنين حسنا أعتقد أنه مكان العجوز العظيم لكوكب نمك ها هو منزل قورو ديندي أوصلنا إلى هنا كريليند هذلك هو مهلا يا نيل أنت بخير؟ أنا سعيد لرؤيتك بخير يا ديندي قورو العجوز العظيم العلم بحالتك أنتما الأسنان أدخلا سيراكم قورو العجوز العظيم الآن أوه إنه ضخم مرحم بكما أيها الأرضيان الصغار أعرف أنكما هنا لأشكركم على أنقاذ الصغير ديندي لك خالص عرفاني حسنا لا أفعل كثير حقا أنا مؤلم حقا أن أغلب صغاري أن أغلب صغاري على هذا الكوكب سقطه دحية لغزاء لم تكن لدي فكرة أن كرة التنين رمز الحكمة والقوة لدى النمك يمكن أن تسبب نزاعا كهذا سامحني على الدخول في الموضوع مباشر لكن تظن أنني بإمكان استعارة الكرة التي معك لن أدع على شرار يحصل عليها أعدك ريد هو أن يحصل عليها أيضا إن حصل سكان الأرض على كرات التنين فإمكانهم التمني العودة إلى الأرض ماذا؟ أهناك كرات تنين على الأرض أيضا؟ أم كان هناك سكان نمك؟ أوه أجل حسنا أتذكر أنني سمعت عن شخص أتى إلى الأرض هربا من كارثة ما على نمك لابد أنه ولد كاتس في الحقيقة يدهش عن قدرة الطفل عن نجاة في الرحلة ناسفتني ذاكر أنه قد كان فردا موهوبا من عشرة التنين وهم أنشأوا كرات التنين ولكن كيف مات؟ هل مات لأسباب طبيعية؟ تم قتله تم قتله على يد شخص ما هنا في نمك سين يسمى فيجيتا يا ساكن الأرض الصغيرة خط للأمام قليلا واخطه للأمام رجاء ريد النظر في مضيك ماذا؟ ماضي؟ حسنا كريلين يتقدم قليلا ويضع يده جور العظيم على ماضي كريلين يا الاهي لقد شطر نفسه نصفين لمحاربة الشر داخل قلبه يا للحماقة لحد من تلك القوة الاستثنائية له خسارة إن كان بقي جزء واحد فربما لم يكن ليواجه مصيرا ماشى عنك هذا بقي جزء واحد مهلا هل معنى هذا أن التحذ كميه بكله فيستعيد بكله قوته؟ جيد للغاية أرى أن نواياك صادقة وأنك أبديت شجاعة عظيمة لهذا سأعهد إليك بكرة التنين تلك ومع هذا ربما لا تتمكن من تحقيق أمنيتك ماذا تقصد؟ رسول الحظ أو شكت نيهتي في هذا العالم ربما لدي أيام قليلة متبقية أتظن أن بإمكان استرداد كرة التنين من هؤلاء الأشارة المرعبين قدر قوتك أخشى أن يكون هذا مستحيل ومجرد أن أذهب ستزول كرة التنين لقد فهمت حسنا أنظن علينا فعل ما وبس هنا وحسب سأحتفز بكرة التنين سأحرسها بحياتي قدر هذا علي القول يبدو أنك تمتلك قدرا كبيرا من الطاقة بالنسبة لأرضي ولكن يبقى أغلبها خامدا ولم يتحقق يا رسول الحظ اسمح لي أن أطلق القوة الكاملة في أعماقك ما لازي تتحدث عنه وحال أن أغفل مزيد من الطاقة أقصد أن أضغط على نفسي لأقصى حد من أين أتت تلك القوة؟ أجل لم أشعر بأبدا بهذا القدر من الطاقة من قبل هذا مزهل مهلا هل ستمانع إذا أحضرت صديقنا إلى هنا ليراك؟ أنا واثق أنه لديه قوة غير مستغلة أكبر من قوتي بداخله أجل من فضلك أحضره إلى هنا يمكننا الاستفادة من حليف آخر في قتلنا من أجل العدالة حسنا سأعود على الفور مع والآن أنتظر هنا يا دندي سأذهب لحضر جوهان اتفقنا حسنا كن حذرا مخاطر خبرة كيرلين 19.691 نقطة وارتفع مستوى القوة لدى كيرلين الآن كيرلين يعود للكهف المخبأ للمتخبين في بولمو جوهان مهلا يا جوهان وفقا للرادار كرة التنين هناك تتحرك متجه مباشرة إلينا هل تظن أن هذا كيرلين في ضريقه للاعودة؟ أنا واثق من هذا ماذا عن هذه؟ هذه الخمسة هنا على الأرجح هنا الكرات التي مع فريزا مهلا هذه هنا بمفردها انتظر هذه القرية التي سمعنا في جيتا هجمها لكن في جيتا ليتا هناك لا أشعر بطاقتها في أي مكان أظن أني فهمت لقد هجم الكرلين لكنه لما يعصر على كرة التنين دعني أستعيير الرادار يا بولمو سعصر على كرة التنين ها نحن زا لقد نسيت تماما تركت آلة الطبخ وآلة الموارد في الكهف استخدمهمها بحرية أنا احتجت عليهم يجب أن تستعد نستعد لكل ما يحدث أليس كذلك أجل شكرا جزيلا المنزل رأي الآن فرصتي أحصر على كرة التنين مخبأة حسن نحلق علي بيقوها نزقنا نذهب نبحث عن كرة التنين مخبأة في أعماق الماء حسن نذهب إلى القريطان وفيجيتا أين خبأها فيجيتا فيجيتا خبأة في القرية في البحيرة حسب ما أذكر نحاول البحث عنها أعصر على كرة التنين المخبأة حسنا ننطلق بأقصى سرعة ننزل إلى الأسفل كرة التنين نبحث عن كرة التنين قد تكون هناك ننزل إلى مكان النقطة الحمراء أتجنب الوحوش أصدقائنا نحلق بأقصى سرعة لقوها جوها سريع جدا أصدقائنا نحلق عاليا جدا أقربون جدا من القرية أستمر بالتقدم ننزل إلى أسفل هنا قد وصلنا إلى القرية التي قام في جيتا بتدميرها هذا مريع القرية مجرد حطام علي أن أعصر على كرة التنين تلك حسنا نبحث في المنطقة المحيطة عن كرة التنين نبحث في المنطقة هنا ننزل إلى الأسفل نبحث في أسفل الماء نعود ثانية إلى الأرض على ما يبدو يوجد شعاع هنا ننزل إلى الأسفل ننزل إلى هنا أصدقائنا ها هي الكرة أصدقائنا نقوم بالحصول على كرة التنين التي ألقى بها في جيتا رقم أربع مرحى عثرنا عليها أصدقائنا ها هي كرة التنين أصدقائي ولكن ماذا كانت تفعل داخل مكان كهذا ربما القرويين كانوا في عجل من أمرهم لإخفائها هو في جيتا اللقام بإخفائها نقاط الخبرة 6983 جوهن ها هو في جيتا في داخل الكوبسولة التعافي أزقانا قام زربون بوضعه في كوبسولة التعافي لعلاجه تم تعافي في جيتا ما هذا الانفجار الذي حدث للتو هذا غير معقول فريزا وزربون يذهب إلى مكان الانفجار ليس بداخل وعاء الاستشفاء اللعنة عليك يا في جيتا أين هو زهب أعثر عليه ذربون وأعثر عليه الآن ها هو في جيتا كرتين أربعة خمسة خمس كرات النينة أصدقائي أنا ما يبدو في جيتا سيأخذهم يحرب ولا يمكننا المغادرة من دون الخمسة يبدأ أن الوقت لن يسعفنا أيضا رأي علي أن أكسب بعض الوقت هنا وفي جيتا يقوم بالتدمير يأخذ الكرات التنين يلقيها خارج السفينة زقا كرتين ثلاثة أربعة خمس كرات والآن جاء دوري يحلق عليان فريزا يهرب من السفينة قرد السينس قذر هذا في جيتا يوسع للوصول لكرات التنين حسنا في جيتا حصل على كرات التنين الخمسة هذا في جيتا هذا لا يغتفر عليك تمشيت الكوكب الكامل والعصور على هذا الخائن إذن خلال الساعة لم تعود إليه ومعك في جيتا أعلم أن موقتك سيكون بطيا ومؤلما أجل يا سيدي ها زاربون يحلق علينا الزقاة والحق يذهب خلف في جيتا وأمره فريزا من يعود ومعه في جيتا خلال ساعة واحدة يألمني قول ذلك لكني أبدو أن السين لديهم قدرات أكثر مما توقعت في البداية يزددون قوة مع كل معركة يتخطونها لا يمكنهم تمني الوصول لمستوى قوة رفيع بالطبع مع ذلك ربما يكون من الحكمة أن أتخلص منهم إلى الأبد سيكون أمرا مزعجا إذا اضطررت للتعامل مع سين خارق يتحدث عن السيبر سياجين ربما هذا وقت طلب قوات قينو قوات قينو هما الخمسة الحراش لفريزا حسنا ها هو في جيتا أصدقائنا كرتان أربعة خمس كرات في جيتا حصل على خمس كرات من التنين أجل أجل أنا محصن ها هم هذا ما تناله يا فريزا كرات التنين خاص بك ملكي أخيرا الآن بعد أن حصلت على هذه وواحدة مخبأة تحت الماء الآن يتبقى إلى واحدة فقط ثم سأحصل على السبع كرات التنين هذا القوة الهائلة هل هذا داربون لا هذا كيرلين هذا شعور عظيم لا يكون لدي فكرة أن أمتلك هذه الطاقة أنا واثق أنه بإمكاني العودة لجوهن في لمح البصر يا إلهي راهن أن جوهن ستزداد قوة أكثر منه عندما يقابل جورو الأحمق الضائل من الأرض لماذا هو على كوكب نمك وكان محتفزا بآخر كرة التنين أيضا الكرة السابعة مع كيرلين نقاط الخبرة فيجيتا سبعين ألف سامية وثمانية وخمسين نقطة وارتفع مستوى فيجيتا مرة أخرى يبدو أن الحظ حالفا اليوم اللعنة على فيجيتا إن ذهب إذ لم أعثر إليه في أقرب أقت سيقتلني السيد فريزا معنا ذلك هو عصرت عليك أخيرا يا فيجيتا زاربون يا الحق بفيجيتا هناك مستوى قوة هائلة في طريقها إلى هنا أظن أن زاربون عصر علينا جيد بمجرد أن نحصل على كرة التنين من هذا الكوكب الأرضي الصغير ساقد عليه مرة واحدة للأبد حسنا فيجيتا ربما يكون زاربون مما يعني أنه بلا حراسة يلحق كريلين ويسرق كرة التنين من فيجيتا يلحق بكريلين أصدقائي ويسرق كرة التنين السابع والأخيرة من كريلين حسنا فلنرى إلى أين سنصل مع فيجيتا الآن كريلين وصل إلى بولما بولما أخبرتك أن تختبئ أن تختبئ ليس من الأمان تبقي بالخارج هل هذه كرة التنين هذه الأشياء هنا ضخمة للغاية أجل حصلت عليها من غورو أنه حقا رجل رائع أجل هذا الصحيح أن غوهن أريد أن أخذه لمقابلة غورو لزيادة مستوى قوته لقد غادر بحثا عن كرة التنين الأخرى أظهر الرادار أن هناك واحدة في القرية التي هجمها فيجيتا من قبل ماذا حقا هذا القوة مستحيل أهو فيجيتا قد وصل خلف كريلين أنت بعيد عن موطينك كثيرا أيهو الأرضي لا كنت من شغلني لغاية بزيادة قوة حتى أنني لم ألاحظه أنه لا يرتدي جهازه استطلاع هذا أنه تعلم استشعار مستويات الطاقة من دون جهاز أنت تمتلك كرة التنين رائع لا يبدو أن كلانا يحسن الشيء نفسه أهو أحسن حظك أن لدي عمل الأنجزة قبل أن أخذها لكنني سأفكر مليا قبل القيام بشيء غبيه مثل الهرب إذا كنت مكانك ها ها أنت ذا ها هو زارب مرة أخرى أصدقانا حسنا أنت جريء يا فيجيتا بفضل أفعالك الحمقى فقد فقد السيد فريزا سقطه فيي إذ لما تخبرين بمنقع كرة التنين الآن سيكون علي استخدام القوة لا أعرف أنت مرحب بك للتجربة أنت لا تتعلم أبدا لا ليس كذلك لقد تخلى عن حذره هل سنحارب زاربون مرة أخرى نبدو أن سنحاربهم في المستوى المتحول الآن تعارك الأصدقائي المساوى 24 زاربون مساوى 26 دفريزا فيجيتا عفوا نبتعد عن زاربون نهجم على زاربون مرة أخرى نبتعد عن زاربون الآن نستخدم هجمات قوية نستخدم سلاح جالك مرة أخرى نستخدم سلاح جالك بما أنه يتخبط بنفسه نهجم هجم هجوم قوي نستخدم سلاح جالك أستخدم سلاح جالك مرة أخرى ويتطلقها زاربون نزقنا نشحن طاقة فيجيتا قليلا زاربون نبتعد عنه على ما يبدو الشحن نفسه يستخدم طلقة طاقة هائلة وهو زاربون وهو زاربون يشحن طاقة هجوم قوي آخر من زاربون سلاح جالك مرة أخرى ولكن يتجنب هذه المرة اصطدم بنا فيجيتا تضرر بشكل كبير فيجيتا أصدقائنا نستخدم سلاح جالك هذه فرصتنا للآن ولكن زاربون يهجم هجوم قوي أيضا مرة أخرى هجمات قوية من زاربون أصدقائنا زاربون المتحول نستخدم سلاح جالك مرة أخرى استخدم الهجم قوية الشعاعي المدمر من زاربون أصدقائنا يطلق طلقات طاقة هائلة في جميع الاتجاهات النصر حليفي زاربون لا 21 ألف نقطة استخدم سلاح جالك ولكن تجنبها زاربون هذه المرة نبتعد عن زاربون نستخدم سلاح جالك هذه المرة أصدقائنا نبتعد عن مجال زاربون أصدقائنا في الهجمات نستخدم سلاح جالك فرصتنا في الهجوم نبتعد عن مجال زاربون أصدقائنا مرة أخرى نستخدم سلاح جالك مرة أخرى نستخدم سلاح جالك مرة أخرى نستخدم هجمة قوية زاربون مرة أخرى تلقات الطاقة الهائلة من السماع وتسقط على الأرض يهجم علينا مرة أخرى تضرر عشرين ألف نقطة مرة أخرى نستخدم سلاح جالك فرصتنا في الهجوم نبتعد عن مجال هجمات زاربون أصدقائنا نستخدم سلاح جالك مرة أخرى تجنبها زاربون نبتعد عن هجمات زاربون أصدقائي مجال زاربون في الهجمات نستخدم سلاح جالك مرة أخرى نستخدم هجوم قوية أيضا مرة أخرى زاربون كيف نتجنب هذا الهجوم القوي من زاربون حسناً زاربون لم يتبق الكثير لدي تم الأجهاز على زاربون بنجاح أصدقائنا اكتسب 111 ألف نقطة خبرة 751 نقطة نحصل على تصنيف تم تهزيمة زاربون بنجاح أصدقائي من قبل فيجيتا أتذكر عندما كنت على وشك الموت أراهن أنك نادم على معالجتي عليك تذكر هذا تذكر هذا أننا السياجين نزداد قوة في كل مرة نقتربها من حافة الموت الآن فيجيتا يذهب إلى كريلين حسناً هذا صحيح يزداد قوة كل قتال يخوضه إذن ماذا سيحتس يا أصلع هل ستعطيني الكرة أمان علي أخذها منك حسناً لو أعطيتك هذه هل تعدينا أن تأخذها وترحل حسناً لماذا لا فائدة من هذا الوقت مع حقراء أمثالكم بمجرد أن نحصل على كرة التنين حسناً كريلين يعطيك كرة التنين إلى فيجيتا أخيراً سأكون من يحكم الكون وليس هذا الأحمق فريزة سيصبح الخلود من نصيبي لا يمكننا أن نسمح له بالحصول على كل كرة التنين السبعة هيا جوهن اعتمد عليك مهما فعلت لا تدع فيجيتا يعصر عليك مكافأة القصة بروتين القوة الخارقة مأذى الرومانسي دمية شنرن شنرن حسناً نعود إلى القرية مرة أخرى ووجيت جوهن هنا أمل أن يكون كريلين وبولما بخير يجب أن يجدر بي أن أسرع جوهن يحصل على كرة التنين علي أن أحرص أن لا يراني أحد بولما تنتظرك وعود إلى مكان الاختباء حسناً أصدقائنا هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة دراغون بولزت كاكروت لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا اللايكات والكومنتات إلى اللقاء في الحلقة القادمة أصدقائي اشتركوا في القناة